السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعينا الأوفية مع تاريخ الدخول المدرسي ولائحة العطل 2019-2020 الوزارة اختارت هذه السنة شعار من أجل مدرسة مواطنة دامجة إذن الدخول بالنسبة للأطور الإدارية سيكون بإذن الله تعالى يوم الثلاثة شتنبر 2019 وأما بالنسبة لأطور التدريس في مختلف الأسلاك فسيوقعنا مقاح دار الدخول يوم 4 ستنبر 2019 الانطلاقة الفعلية للدراسة والتحاق التلاميذ سيكون ابتداء من يوم الخميس 5 ستنبر 2019 وأما بالنسبة للأقسام التربية الغير النظامية فستنطلق الدراسة يوم 7 ستنبر 2019 التقويمات التشخيصية والروائز الأولية ستكون ابتداء من 9 ستنبر وتمتد إلى 28 ستنبر أول عطلة في هذا الموسم عطلة الفترة البينية الأولى مع ذكرى المسيرة الخضراء والمولد النبوي ستكون من يوم 3 نومبر إلى 12 منه ذكرى عيد الاستقلات ستكون يوم 2-18 نومبر 2019 فاتح يناير هذه السنة سيكون يوم 4-1 يناير 2020 يوم السبت 11 يناير سيكون الاحتفال بدكرى تقديم وثيقة الاستقلال بعد ذلك ستأتي عطلة نهاية الدورة الأولى والتي ستمتد من 19 يناير إلى 26 منه أطول عطلة في هذا الموسم ستكون العطلة الربيعية التي ستمتد لـ 15 يوما من 29 مارس إلى 12 أبريل وأما عطلة عيد الشغل هذه السنة فستكون يوم الجمعة فاتح ماي 2020 عطلة عيد الفطر ستكون لمدة أربعة أيام ابتداء من 28 رمضان إلى 2 شوال وربما تكون خمسة أيام الامتحان الموحد للسنة السادسة ابتدائي سيكون ابتداء من يوم 22 يونيو 2020 توقيع محاضر الخروج بالنسبة لهيئة التدريس سيكون يوم 10 يوليوز والآن إليكم تواريخ فروض المراقبة المستمرة تيلة الموسم الدراسي الفرض الأول في الموسم الدراسي سيكون ابتداء من الأسبوع السابع تقريبا بعد العطلة البينية الأولى من 12 نومبر الفرض الثاني في الدورة الأولى سيكون ما بين 4 يناير و13 يناير 2020 وأما الفرض الثالث أي الفرض الأول في الدورة الثانية فسيكون في شهر مارس ابتداء من الأسبوع الرابع والعشرين الفرض الأخير في هذا الموسم سيكون ما بين 10 يونيو و15 منه ابتداء من 15 يونيو ستبدأ الانتهانات الجهوية بالنسبة للثالثة إعدادي وفي الأخير نتمنى أن تفيدكم هذه المعلومات ولا تنسوا زر الاشتراك والسلام عليكم